السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم سنة بيوتي ان شاء الله تكونوا على خير فيه موفق وما كتوك تشوفوا هالفيديو فيديو اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة طبيعية ووصفة علاجية مضمونة مئة بالمئة لعلاج فطريات الاضافر ديو كل الناس اللي كي عانوا من الحكة في الاضافر ديالهم او لا الاضافر اللي كي يكون السمك ديالهم غلاد او لا كي تغير اللون ديالهم هاد الوصفة هادي بغيت نقول لكم ديانها مجربة ومضمونة مئة بالمئة ومجربة مني شخصيا ومن ناس كتار في العائلة ديالي استعملوها وعطتهم نتيجة اللي هي رائعة وبمكون واحد فبل ما نطول لكم ونزلون باشرة باش نكتشووش نائي هاد الوصفة دياليوم المكون اللي غادي يكون فيها وكذلك طريقة الاستعمال دياله وقبل ما نشارعوا فيديو اليوم مكرتكمش كاملين تنضموا العائلة ديالناس ويوتيوب بالضغط على زر الاحمر الموجود اسفل الفيديو سبسكرايب صابوني او الاشتراك ما تستوش كذلك انكم تفعلوا خاصية الجرس هاد المرحلة جيد مهمة باش يوصلكم اشعار بجديد فيديوهاتي واهم حاجة اللي كتنسوها البنات كتفرجوا فيديوهات وكتنسوا انكم تضغطوا على زر الاعجاب فدعموني بلا لايك ديالكم كذلك تبارتجوا الفيديو بس تعمل فائدة وما تبخرش علي بتعليق زوينة ديالكم اذا الحبيب ديالي غادي نبدو الفيديو ديالنا على بركة الله بالنسبة المكون اللي غادي نحتاجو جيوما كيف قلت لكم هو مكون واحد مجرب مني شخصيا ومن الاقارب ديالي والنتيجة دياله فعالة ومضمونة مئة بالمئة هاد المكوين هادا هو التوم ويتنقول لكم بان التوم انتيبيوتيك او لموضاد حيوي طبيعي رائع جدا في علاج مجموعة من المشاكل كنا كنعرف الفوائد ديال التوم ومن بين الفوائد دياله كذلك هو علاج في طريات الاضافر كيف قلت لكم اللي كتعاني من اللي حك في الاضافر ديالها للاضافر ديالها الصوم كدية لهم غلايد او لا كيتغير اللون ديال الاضافر بعد نقول لكم بانو التوم احسن علاج وحتى البلنات اللي كيتكسروا ليوم الاضافر دياله ممكن استعملوا هاد الطريقة هادي طريقة جد سهلة وغادي نحتاجو فقط واحد الفص ديال التوم غادي نلقيوه بطبيعة الحال وغادي نشقو لي الراس دياله بالموس كيف كتشوفوا معي بالسكين ردي نشقو لي الراس دياله كله نفتحوه ومن بعد غادي نبدو كنحقوه على الأضفر اللي كيعاني عندنا ومن هاد المشكل هادا كتبقى وكتحقوه جيدا حتى من هاد البلاس هادي كيف كتشوفو من الفوق ديال الأضفر وكتستعملو هاد طريقة هادي بشكل يومي حتى يتعالج لكم الضفر ديالكم صدقوني ركاين بزاف ديال الناس تعملو أدوية من الصيدليات وما نفعلش معاهم وكان هادا هو العلاج النهائي والأخير اللي شفاهم بإذن الله وكانت هادي هي وصفة اليوم خفيفة ضريفة كيف شتوا معايا بفصتهم كيف قلت لكم ستعملوه بشكل يومي حتى التعالج لأضفر ديالكم وكنتمنى نلقى راح دياليومي يكون الإعجاب ديالكم ما تنسونيش من اللايك قبل ما تخرجوا من الفيديو وما تنسونيش كذلك أنكو تبارتاجيو باش تعمل فائدة وتخلو لي تعالق زوينا بحالكم حتى نتلقى إن شاء الله في فيديو جديدة وصفة جديدة كنقول لكم تسلو في ريوسكم كنبغيكم بزاف بسلام عليكم